يحتشد الالاف من الفقراء كل يوم امام الجمعيات الخيرية والشركات التجارية للحصول على مساعدات انسانية التي يقدمونها خلال شهر رمضان المبارك لكن الميليشيات الحوثية كالعادة تحاول السيطرة على تلك المساعدات وتفرض اشتراطات وقيودا تجبر الناس على التزاحم بشكل كبير في مشهد يتكرر خلالها كارثة مجزرة الجوعة التي حدثت العام الفائث عقب اطلاق عناصر حوثية الرصاصة وانفجار محاول كهربائي في الجوار راح ضحيتها اكثر من مئتي بين قتيل وجريح يشكل عديد من فاعلي الخير الذين اعتادوا خلال السنوات الباضية خاصة قبل العام 2014 من تسلط المشرفين الحوثيين على المساعدات التي يقدمونها خلال شهر رمضان لأسر محتاجات عن الفاقة وشدة الفقرة في العاصمة صنع ومناطق سيطرة الميليشيات يقول اولئك ان مساعدتهم يتم مصادرتها ويختيز من دوبو رجال الاعمال والموزع لتلك المساعدات وتفرض عليهم غراماتهم بسبب التوزيع اجراءات المنع الحوثية تلك لم تقتصر على الاشخاص والجماعيات البسيطة بل شملت ايضا مبادرات شبابية لمنعهم من توزيع المساعدات المختلفة التي جرت العادة على توزيعها كل عام خلال شهر رمضان على الاسر الفقيرة استهداف الحوثي للمبادرات التي تقدم المساعدات للأسر الفقيرة والمتعففة يندرج ضمن التضييق المستمر على العمل التطوعي والانساني كما يتزمن مع تحذيرات اطلقتها غير مرة منظمات دولية واخرى محلية تفيد بان ملايين اليمنيين ما يزالون يعانون من خطر الجوع الكارثي